ميزو نعم يا شزدول انا عايزك اتزبط ايدك كويس بقى في المقاسات المرة اللي فاتت خدت لي المقاس الفستان طلع ناقص نصف سمتر يا ابني عناية يا شزدول مساء الخير يا اخويا مساء الخير يا اختي عايز افصل عندك ملاية لف ملاية لف؟ ايه ملاية لف دي انا اسمع مثلا عن مواتي اللف اسمع عن سجاير لف ملاية لفك عمري ما اسمعت يعنى ملاية لف بي زي تي زي تي ااء 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 لا قضرتك بي يا حاجات شرعبي انا حضرتك باشتغل في المودلات الحديثة انت بتعملي بقى فيها محلات ابرا وفطلة ولا ايه اوه محلات ابرا وفق بقولك ايه اروحي لمحلات ابرا وفاة step, انا بتوستخذك، لنما وريتك مبقاش انا بقى ليلة ايه ده هتورنية ايه وتورنية والله Rubylyn هتورقها لي ليلة ايه دي بقى الليلة الكبيرة السلام عليكم عليكم السلام او الحوط لك هلا براكار ز Roberta اتفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل يا امو مصغوط اتفضل اتفضل، ها الكرسي بقى المعلم مصغوط شاكريين أعرفك تعرفني بمين؟ أم مسخوت مراتي لوحدك؟ ايه؟ قصد يعني يا أهلاً وسهلاً مع المسخوت أهلاً وسهلاً بالجماعة أم مسخوت أهلاً طبعاً بص عادل أنا جايل لك مخصوص عشان أنا بصك فيك لأن دي محط الشافة قبل كده عاودك تفصل الله عبايا حلوة كده تليه بمراتي جمعتنا يعني أيوة بس يعني ما ينفعش يا مع المسخوت ما ينفعش ليه؟ وأنت مش هتاخد فلوس ألا إيه؟ أيوة بس أنا لو فصلتلها يعني أكيد هتخلص القماش اللي في مصر كله يعني مش هينفع يا عادل وأنت هتعمل لي زي محلات إبرة وفتلة يا ريتك فصلت عند إبرة وفتلة على الأقل كنت خلصتلهم القماش والإبر والفتل اللي عندهم كله أعشل كنت حلل المشكلة دا ماشي ماشي خلاص ولا ميزو نعم أساس نول إبقى عمر طلبية هلا خمستاشر طوب قماش العرض عردي العرض أربع عروض ها؟ آه عندك حق وأنت مش هتاخد مأساتها ولا عادل لا مأسات ايه؟ مأسها معروف دا مأساتها ستندر يا معلم أنا لسا مفصل نفس المأس دا عملته كسوة لعربية ميكروباس يا جماعة أنا قرر تبعوني الله إن أنا أعمل ديفيلية عشان أعرض في كل التصميمات الرائعة لأنا اخترعتها ورانيا هي هكون عارضة الديفيلية الأولى والأخيرة ايه كمية ايه فيه ايه؟ يعني ده بدل ما تدركولي قاعدين سكتين ليه يعني فيه ايه؟ آه يعني إحنا بقى مش عرايس الديفيلية إحنا ضيوب في الديفيلية جايين للهانم اللي هتمش تتقصها في الديفيلية رحف نتفرج عليها آه إحنا كنبارسي الدفيلين وراحين يثقف للسترانيا آه وبنتي اللي هي فوزلات وكبداتي أنا أنا ما تجيش تهزيني ولا تقولي تهيا ماما على الديفيلية اخذ عليك اخذي اخذي اوحشانا أنت ايوه ايوه يا مامي حتى دي جمان ما افتكرتش أختها ولا حتى بابا افتكر بنته ولا ماما حتى افتكرت بنتها ايه ايه كمية المناحة اللي انتم فيها دي للمندبة دي عشان ايه يعني؟ يا جماعة يا جماعة أنا ستايلي وستايلي جسمي وتفكيري متوافق ومتضامن عضليا وعصبيا مع الدفيليهات يا سنال لحي روحي 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 عادل أنا لازم اشترك في الدفيلين دفيلين ايه دفيلين؟ كانت مش عارفة تقولي يا ماما دفيلين ايه؟ وبعدين اولا مثلا لو نجلاء ولا سناء اشتركوا مع رانيا لأنهم هيعرضوا لبس بتاع الشباب لكن انتي يا ماما هتعملي ايه؟ امهات الفاسدين؟ يا سالون تينا دي فاسادي تو خالص يعني ايه؟ يعني ده اللي انت هتلبسيه ولا ايه مش فاهم حمادي؟ نو اولا للمدادة بتاعتي السنادي ان احنا ممكن كويس قوي ان احنا هنلبس انا وماما بتاعت انت اللبس بتاع المودة عشان احنا جسمنا ايوة صح يا حبيبتي وحنجيب ام ميرفت معانا تشترك ام ميرفت ايه؟ ام ميرفت ايه ما كفية انتو أم ايه؟ يعني انتم وافح وPL يابي؟ لا انا ما وافقتش ولا حاجه لا طبعا ربنا يخليك ليه يا عادل ميرثى اخويا اعوش غيم امونا مور يا Pult Penji لاسيش غيش شاكوري course شكوريبا اميقيا اوPL او اوللللللللل شكل الدبست والآن وبعد تقول انتصار أخيراً افتتاح محلات دولة وفتلة حتى يسأل يقول لي هل محلات دولة وفتلة لها علاقة بمحلات إبرة وفتلة؟ أقول له لا طبعاً أساس عادل هو في علاقة ما بين دولة وفتلة وإبرة وفتلة طبعاً الآن نحن مع الأزياء الأولين ونعرض مجموعة مختلفة من الأزياء المختلفة ومع عارضة الأزياء الأولى في الأزياء دولة وفتلة رانيا هذه عارضة الأزياء الأولى تتقدم في بستان جديد البستان أبو شوكا على الدماغ وكما نرى الزياء الياباني والصيني والماليزي والشرق آسيا وطبعاً مع بعض السبح وبعض الطيران وهذا يسمى فستان أبو تريكا أبو تريكا يتقدم أبو تريكا يتقدم وهو مضوء هذه الحلاوة شكراً شكراً رانيا وبعد ما شفنا الفستان الأولاني هنشوف دلوقتي مع بعضينا الفستان الثاني وهي العارضة سنقتة تقدم بالفستان العملي الفستان العملي للست العملية الفستان اللي ما بيتخدش ودد المصمارة ودد الأنمار عشان لو ققعدت على أي دكة ممكن الفستان ميت تطعك شو الفستان ده؟ ضب المية ودد النار ضب الهشرة والسnedحال ضب المية وضب النار ضب الحشرة والسلساد ضب النار ضب الحشرة والسرساد شكراً لسا ثلاث سناء فضالي يا حضريتك فضالي يا حضريتك قالتني فضالي يا إقراصي يالله ودلوقتي مع الفستان الثالث والعارضة الثالثة وهي تتقدم الفتاة الجماعية بزي الفتاة الجماعية نابليون بروبرطع نابليون بروبرطع ببرطع في الجامعة برحته ومعها العصيان التي تقدر تدافع بها عن نفسها وهذا جزء أساسي من الفستان بالإضافة إلى أنها حطر ريش كثير لأن الريش دا بيدل على أنها فتاة مريشة واتلع وجري واتلع وجري واتلع وجري واتلع وجري واتلع وجري ونشكر الفستان وصعبة الفستان ورأسة الفستان ونشوف مع بعدينا دلوقتي حالا الفستان اللي بعد كده الام مدرسة على الأم والأم والسيف تاع الأمي عن الحناني عن عيد الأم يا حبيبتي يا ماما يعني على الأم وحناني الأم دخل ولا ام يعني على الأم وحناني الأم وهو لبس الشتم الذي يعطي إحساسا بالدفقة وهو دفق الأم بنشكر الأم وحنان الأم ودفء الأم ولبس الأم متشكرين يا أمي ألف شكرة ألف شكرة وحالياً دلوقتي نحن في انتظار الفستان الذي هو بعد كده وهي تتقدم بفستان الحموات الفاتنات الفستان الذي هو عبارة عن مزيج ما بين اللبس الفرعوني ولبس علي باب إيه علي بابا علي بابا علي بابا ونربعين حرامي ما لقومش أي نصيب عندنا وبنشكر لبس الفاتنات الحموات والآن متشكر يا أحماتي والآن مع الزي الأخير وهو زي المفاجأة والزي الأخير تقاوي بحثان زي الألفتاء الملوحة والمروحة الملوحة وده ما إحنا شايفين طبعا المروحة بتتحرك أثناء تحركها هزا الزي الألزي ينفع في النوادي هزا الزي الألزي ينفع في المدارس هزا الزي الألزي ينفع في الشوارع وهي الفتاة الصغيرة التي تتعلق وتتعلق والمروحة تنفع في الصف تنفع في الشتاء وهكذا بعد أن شاهدنا العرض الأخير متشكرين يا ياسمين متشكرين يا ياسمين وبعد أن شاهدنا العرض الأخير والآن نأخذ رأي الخبراء يا ترى يا هل ترى ما هو رأي الخبراء ومعانا أنه هاردع الخبيرة مدام ليلي ما رأيك ايه السرك اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ مستشوى مجانين؟ قبلهم رعب! ده أبعد ما يخون عن الإتليه خالص! يا سلام! وانت شايفة يعني هو ده العقل؟ وكلمة خالص دي مش جنان! مجانين! مجانين! ايه حاوة ستاتي بتقول عليكم مجانين؟ مجانين؟ اتصرفوا معاكم الدور 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 وقعونا يلا عليك الدور 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 أتصرفوا معاكم تبوتوا اشتركوا في القناة